بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الضمير الحي صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا أيها الأحبة الكرام برنامج جديد ويوم جديد نقطة بداية نذهب بها إلى الله سبحانه وتعالى نتعرف بها على الله جل وعلا أيقظ ضميرك النائم دعنا حلقة النهاردة بمشيئة الله هنتكلم فيها عن الضمير الضمير اللي لو موجود في الإنسان الناس كلها تسعد الضمير اللي لو الإنسان ضميره مستيقظ كل حاجة هتبقى سهلة وميسرة الضمير اللي احنا بنعيش النهاردة أزمته أزمة الضمير الضمير لو استيقظ في الإنسان كل حاجة هتبقى كويسة الحياة الزوجية هتبقى حياة سعيدة وناجحة ما فيه الزوج هيخون زوجته ولا زوجة هتخون زوجها ما فيه صاحب عمل هيقصر في عمله ولا فيه صاحب عمل هيظلم العمال أو الموظفين اللي عنده أزمة الضمير اللي احنا بنعيشها في هذه الأيام لو فيه ضمير مثل نحتاج كاميرات مراقبة لأن الرقب علينا هو الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال في آية جميلة جدا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الضمير يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك علشان كده قصة جميلة جدا جدا نبدأ بها الحلقة نستيقظ بها ونوقص بها ضمائرنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين أحب يختبر ضمير الأمة خل راعي غنم ماشي في يوم الأيام طفل صغير أو شاب كده يعني ما بلغش من الكبر عتية وهو يعني له غنم يرعاها لصاحبها فقال له بكم تبيعني هذه الشاة بيعني أو بيع للشاة دية أو الغنمية دية بيعها لي فقال له هذا الشاب هي ليست لي هي لسيدي عندي وأنا حمين عليها أو حفيظ عليها سيدنا عمر حبي يختبره قال له بيعها وإذا سألك سيدك عنها فقل أكلها الزئب هنا نظر الشاب إلى سيدنا عمر وهو لا يعرفه فقال له إن سألني سيدي عنها وقلت له أكلها الزئب فأين الله أين الله سيدنا عمر لما سمع الكلمة دية جسع لربته نزل على ركب قال أين الله أين الله في ضمائرنا حينما نسرق أين الله في ضمائرنا حينما نغش أين الله سبحانه وتعالى لما بيئذي بعضنا البعض أين الله لما بيحسد بعضنا بعض أين الله لما الزوجة بتخن زوجها أين الله لما الزوج بيعرف حد على زوجته يخنها هو ده الضمية جماعة إن إحنا يكون عندنا مراقبة لله سبحانه وتعالى الإحسان اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دايما ربنا سبحانه وتعالى معاك علشان كده ده النقطة الأولى في نقطة بداية النهاردة ضمير مستيقظ نعرف أهمية الضمير في الأمة لأن الأمة النهاردة ما بتعيش أزمات اقتصادية أكثر ما بتعيش أزم الضمير لو الضمير يستيقظ مش هبه فيه أزمة اقتصادية لو الضمير يستيقظ مش هبه فيه أي أزمات لو الضمير يستيقظ هترتاح كل الأمة الحكومة أمة الإسلام والشعب كله هيكتح لأن في ضمير مستيقظ وضمير عايش جوه كل واحد فينا بينبهه آلة بتعرفه الصح من الخطأ مش محتاج حد يرأبه لأن رقيبه هو الله سبحانه وتعالى طبعا عايزين نعرف ما هو الضمير وما كان فيه نقطة مهمة جدا في نقطة بداية النهاردة نعرف ايه هو الضمير وايه مكانه أيها الأحبة الكرام الضمير أن تستيقظ وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك شعور وإحساس إن ربنا فيك إن ربنا جواك وعلشان كده ما فيش حد يقدر يحدد مكان الضمير هل هو في العقل هل هو في القلب هل هو في الإيد هل هو في الأزن لا الضمير في كل الحاجات دي الضمير بيكون في قلبك لما قلبك بيكون سليم من الغل والحقد والحسد اعرف أن انت عندك ضمير الضمير بيكون في عينك لما عينك ما تنظرش للحرام ما تبصش البص الحرام إذن الضمير في عينك علشان كده صلى الله عليه وسلم الليلة حديث جميل جدا قالك أن النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه صلوا على سيدنا رسول الله الضمير بيكون في إيدك لما بتجي تأذي لما بتجي تسرق لما بتجي تمثل بشر الحرام لو الضمير موجود في إيدك إيدك هتامتنع عن الحرام الضمير بيكون في لسانك لما تجي تشهاد شهادة حق أو شهادة زور لأنك عارف أن لسانك هتسئل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ لما سيدنا معاذ سأله وقال له يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به قال له يا معاذ تكيلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجههم يعني بالمعنى البلدي بيقول له سيدنا رسول الله معاذ هو في حالة بتدخل الناس النار إلا ألسنتهم الضمير بيكون في سمعك لما تقعد في قعدة وتسمع شيء ما يردش ربنا سبحانه وتعالى لو أنت ضميرك مستيقظ هتسيب القعدة وتقوم لأن ضميرك مستيقظ في سمعك الضمير بيكون في قدمك لما تيجي تمشي لشيء حرام علشان كده أيها الأحبة الكرام الضمير مالوش مكان الضمير جواك في كل حتة الضمير يعني ربنا فيك ربنا في قلبك ربنا في سمعك ربنا في بصرك ربنا في إيدك اللي انت بتبطش بها علشان كده جيل حديث القدس الجميل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها زي ما ربنا ألف حديث قدس جميل رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا النضمير إن احنا نستحي من الله سبحانه وتعالى قال للصحابة استحيوا من الله حق الحياء فالصحابة قال له رسول الله كلنا يستحي والحمد لله فالنبي قال لهم الحياء وحق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس يعني في الرأس أدوات خطيرة ربما أهلكت صاحبها في الرأس عقل وفي الرأس لسان وفي الرأس أزم بتتكلم أزم بتسمع علشان كده سيدنا النبي قال لك إن الضمير إن يكون عندك حياء من الله والبطن وما حوى تحفظ البطن من أكل الحرام تحفظ البطن من فعل الحرام تحفظ فرجك تحفظ سمعك تحفظ بصرك هو ده الضمير إن ربنا سبحانه وتعالى يكون عايش جواك ويكون فيك وتكون دايماً وأبداً حاسس بمراقبة ربنا سبحانه وتعالى وده النقطة التانية الضمير هو إيه ومكانه شعوره وإحساس إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك ربنا شايفك علشان كده ربنا سمى نفسه الوقيب مرأبك في حركاتك مرأبك في كل شيء لو أنت بتفتكر ربنا سبحانه وتعالى وقت المعصية هتعرف إن ربنا شايفك هتمتنع عنها علشان كده سيدنا يوسف عليه السلام رغم إن كل الأمور كاتم يسراله كاتم هيئاله إنه هو يعصى ربنا والأبواب مغلقة مش باب واحد وهي الداعية إلا إن الضمير كان عنده مستيقظ في أحسن حالاته قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي النقطة التالتة في نقطة البداية النهاردة أنواع الضمير بعد ما عرفنا الضمير وعرفنا أن الضمير مكانه في كل حتة في جسمنا هنعرف إيه أنواع الضمير وده نقطة مهمة جدا جدا عشان تحدد لنفسك إن تضميرك إيه إن تضميرك أنا نوع من الثلاث أنواع اللي أنا أعرفهم دلوقتي حدد لنفسك عشان تعرف الداء والدواء موجود بإذن الله سبحانه وتعالى قال لك إن الضمائر تلت أنواع أو تلت أقسام النوع الأول الضمير الحي الضمير المستيقظ الضمير الحي والمستيقظ يا جماعة معناه شيء مهم جدا إن ربنا سبحانه وتعالى معطيك ومديلك ضمير دايما وأبدا بيشدك للخير مش معناه إن الشيطان ما بيجلدش لا الشيطان بيوسوس لك حتى وانت في أعلى قمة الإيمان ولكن لما يكون ضميرك حي بتبعد عن الشيطان وبتبعد عن نفسك الأمارة ونفسك السيئة ونفسك اللي بتدعوك إلى معصية الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آية جميلة جدا إن الذين اتقوا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم ليقصرون زي ما ربنا علمنا سبحانه وتعالى الضمير الحي الضمير الحي بيتمثل في القصة الجميلة اللي احنا خدناها زمان وإحنا أطفال قصة بنت بائعة اللبن في زمن سيدنا عمر سيدنا عمر ماشي بالليل بيتحسس الرعية سمع المرأة بتقول لبنتها اخلط اللبن بالماء سيدنا عمر استمع للحديث عشان يشوفها يؤدي إلى إيه فلما قالت هذه الأم لبنتها البنت كان عندها ضمير حي ومستيقظ قالت لها يا أمي ألم تعلمي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقالت لها أمها إن عمر لا يرانا وهنا نطقت صاحبة الضمير الحي البنت الصغيرة إذا كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا وحد الله أيها الأحبة في الله ربنا شيفنا ربنا مطلع علينا خلي ربنا دايما وأبدا أدامك خلي ربنا في سمعك خلي ربنا في بصرك خلي ربنا في أذنك ما تخليش حد رقيب عليك إلا الله سبحانه وتعالى ضميرك الحي هو القاضي ضميرك الحي هو الشرطي ضميرك الحي هو موظف البلدية اللي انت خيث منه لا يعمل فيك شكوى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه حينما تولى القضاء في زمن سيدنا أبو بكر الصديق قال له إيه فضل سنة بحالها وهو قاضي ما جتلوش يعني أي قضية تخيلوا سنة بحالها قاضي عاطل ما فيش أي قضية وبعد السنة سيدنا عمر لم حاله وقال لسيدنا أبو بكر أنا مش هشتغل قاضي عندك فسيدنا أبو بكر قال له يا عمر أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر القضاء تيل عليك قال له لا يا خليفة رسول الله بص رمع الناس المؤمنة لا يا خليفة رسول الله ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنون عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه وما عليه من واجب فلم يتوانى في أدائه أحب بعضهم بعضا إذا غاب أحدهم تفقدوه وإذا مرض عادوه وإذا استعان أعانوه وإذا طلب أعطوه دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيما يختصمون فيما يختصمون الآن يا جماعة عند الناس المؤمنين هيبقى عاطل ليه لأنهم أصلاً إيمانهم هو الضمير الحي لبي يحكموه في كل أفعلهم يبقى النوع الأول من الضمائر الضمائر الحي المستيقظ وأسأل الله أن يرزقنا ضميراً حياً مستيقظاً دائماً وأبداً إنه ولي ذلك المولاه النوع التنم الضمائر ضمير مستتر خفي ضمير مريض ليه مريض لأنه له ميت وله حي ولكن عنده استعداد للمعصية ولكن بيتوب في أقرب وقت زي سيدنا ماعز الصحابي الذي زنى في عهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة صحابي وزنى مش عبن نعصي ولكن أن عبن نحن نستم sentence في المعصية فلما زنى وهو ضميره كان ساعتها مريض ومستتر إيه اللي بيحصل تيقظ بعد المعصية فرح لرسول الله قال له رسول الله أنا عملت كذا وكذا وكذا فالنبي رده مرة واثنين والثلاثة قال له لعلك نسيت لعلك ولعلك لحد ما جل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله أنا فعلته كذا ضميره بيأنبه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه صلوات الله وتسليماته عليه أقام عليه الحد لأنه كان صاحب ضمير استيقظ ولكن بعد المعصية وبعد فوات الأوان نصلى على سيدنا رسول الله النوع الثالث من أنواع الضمير وده بقى ضمير أو نوع مالوش حل أن تتداركه رحمة ربنا سبحانه وتعالى ضمير الميت يا جماعة الناس اللي بتقولها ربنا بتقولك يا عم الناس وخباك اللي بتأس ربنا وهي فرحان الناس اللي بتعمل المعصية وبتتدازز بالمعصية الناس اللي بتسرق وهي مبسوطة الناس اللي بتزني وهي مبسوطة الناس اللي بتئزي الناس وهي متمتعة ضمضم إرهم ميتة مالهمش علاج إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يتداركهم برحمته زي لأتل التسعة وتسعين عايش عمره كله بيقتل ولكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى تداركه برحمته صاحب الضمير الميت مالوش إلا ربنا لأن مالوش علاج إلا أن تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يتداركنا برحمته بعد ما عرفنا الضمير وبعد ما عرفنا أنواع الضمير لازم تحدد لنفسك أنت ضميرك حي ولا ضميرك مريض ولا ضميرك ميت أنت اللي هتحدد بل الإنسان على نفسه بصيرة لو بتجري على المعصية جري يبقى ضميرك مات خلاص أما لو بتتردد وتبقى بتعملها بمشقة أنت صاحب ضمير يعني خفي مريض أما إذا كنت إذا أتتك المعصية دفعتها وقلت بعاذ الله كما قال يوسف فأنت من أصحاب الضمائر الحية أسأل الله أن يثبتنا وإياك على هذا محور الرابع لما الضمير يموت يا جماعة لما الضمير يموت كل حاجة ماتت فيك خلاص لما الضمير يموت هتأكل المراس وهتبقى مبسوط هتظلم إخواتك وهتبقى مبسوط هتعمل المعصية وهتبقى مبسوط لما الضمير يموت أيها الأحبة الكرام هنطفف في الكيل والميزان لما الضمير يموت هنكسر إشارة المروح وإحنا ما عندناش قدل مشكلة لما الضمير يموت كل واحد هيقعد يغش زي ما هو عايز صاحب أيها الأحبة في الله العمل هيئذي الناس الطبيب هيئذي الناس المهندس هيئذي الناس المدرس مش هيراعي ضميره حتى سائق التاكسي أمة الإسلام اللي بيعد يقدم في العداد وبيسرأ الناس ضميره أسأل الله أن يوقزه علشان كده في بعض الدول أدريج مسلمة حطه يعني يفطه أنت لست وحدك كلنا نرات إحنا في الإسلام منقول يا جماعة ربنا هو اللي شايفنا وهو اللي مطلع علينا وهو اللي عارف كل حاجة أسأل الله لنا ضميرا مستيقظا نطلع فصل بنشيئة الله ونجريا نكمل إن شاء الله أردنا لكم تاني أيها الأحبة في الله مع نقطة بداية لضمير حي وضمير مستيقظ ضمير ببع ربنا سبحانه وتعالى ضمير مستيقظ وصاحي ودايما وأبدا عارف إن ربنا شايفه ومطلع عليه إمام حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شغال بيبيع سياب تاجر بيبيع أسواب جاءت لوحدة في يوم من الأيام عشان نشوفه الضمير المستيقظ عند سلفنا الصالح جاءت لوحدة بتقوله أنا عايزة بيع هذا السوب جايب السوب وعايزة ببيعه محتاجة تمنه ومحتاجة فلوسه فقال لها بكم فقالت له بمئة درهم أبو حنيفة قال لها هو يساوي أكثر من ذلك شوف الكلام يا جماعة ما قال لاشخ وانتهز الفرصة اللي ما احنا بنعمل واشترى منها بالبخص واشترى منها لأنه مش عارف قيمة اللي في إيديها قال لها لأ ده بيساوي أكثر من كده فقال له إذن خزه بمئتين فقال له ويساوي أكثر فقالت أتستهزئ به قال لها لأ ما استهزئش بك فحكم بينهما تاجرا فحكم بخمسمائة درهم فاشترته منه شوفوا الضمير المستيقظ كان ممكن خدوا مئة درهم منها وخلاص وقال مش عارف حاجة وكده كده مش عارف امته ولكن امام حنيفة لأنه عنده ضمير حي ومستيقظ يعمل ايه يديها حقها لو احنا عملنا كده حالنا هينصح لو احنا حكمنا ضمائرنا بلادنا هتب أحسن بلاد لأن احنا ربنا سبحانه وتعالى رقيب علينا لو احنا عملنا كده لا هنحتاج كاميرات مراقبة ولا هنحتاج حد يقف العمل مراقب جودة لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيراقبنا هو اللي شايفنا سبحانه وتعالى يعلم سرنا ويعلم نجوانا معانا مدخلا ان شاء الله السلام عليكم وعلم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بحقيق وبحقيق فريق الأداد المحترم اللي معاك بحقيق خناك صح الله كما تعمل حجر يغب ويبارك في أمه وجميع مشاهدين يا خمد أكرامكم الله يا شكرا كنت اتصلت بالشادر عندنا الشادر اللي هو الببيئة الفاكه يا شكرا نعم الشادر الببيئة الفاكه عارفه لا معليش وضح لتسؤول شوية عمرك الشادر الببيئة الفاكه اه نعم اتصلت دعم الله عليك اتصلت بواحد اخذت عشر عداري طماطم تمام الاعداء دي مثلا على متين جيني واتفاجنا وتمام تمام على ساتب ببعث عربية او توك توك يروح يجيبه وبعث معي الفلوس نعم رن علي انا ساعد انا ربط اجيب الحاجة وبعيق الفلوس نعم اه جلي انا عموما بعتهم وعملتلك نسبة رفع فيهم نعم انا في صراحة بنهال لله استحرم ده وطلاء لما استناها عمنا مجبرش ان كان انت حاجت بقتهالي خلاص كده براءة تمام انا مارزمنيش حاية مفاجه اذا الوحد فيك اشوف الموضوع ده فعلا يعني نعم ان كاني اقول لك انا ليه طماطم عندك اشتريتها كان خلتلي الطماطم بتاع نعم فباع الطماطم نعم الله عليك باع الطماطم الظاهر بزايد وعايزين المتريفة بانا محرم يعني محرم تحرم الله حباله طيب يعني انت اشتريت منه خلاص واتفعته على السعر اتفعتنا على السعر بعض دفته نعم طبعا باع الطماطم وعايزيني نسبة رجل تمام تمام يعني انا مدفعتش فلوص طبعا لسه عطبعت فلوص بس اتفعته مع بعض يعني اتفعتنا بالمجر اه تمام تمام باع الطماطم الظاهر كويس عايزيني نسبة رجل ماشي عمي حجرم جزلك الله حباله اللهم يا مشوك عمي حجرم طبعا سؤال مهم جدا وزي ما قلنا جماعة ان الاسئلة دية بتنبئ عن ايمان عميق عند الناس ليه لان الصحابة كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا وعندنا في القرآن 16 مسائلة ويسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن كذا عن كذا 16 مسائلة الصحابة كانوا حبين يحددوا ايمانهم ويعدوا انفسهم بايمان قوي عن طريق السؤال سؤال عمي الحاجة رجب بتكلم انه هو اتفق مع الراجل او مع التاجر انه يشتري منه الحاجات دية واتفقوا وابراموا اتفاق بالليل ري الصبح صاحب الشيء باع الحاجة دية وعملوا اهم الشربح طبعا دي مسألة بتعتمد عن نقطتين اول حاجة هل الاتفاق بينهم ملزم الفقهاء مختلفين في الحتة دية لو انا اتفقت مع حد على بيع هل كده بلاتفاق ملزم قالوا ناس قالت ملزم وناس قالت مش ملزم وانا مع رأي ان الاتفاق مش ملزم الاتفاق مش ملزم ايها الاحبة الكرام في ان انا ابيع او ما بيعشي لان احنا عندنا خيار بعد كده شرط وخيار عيب وكذا وكذا فطالما اتفقنا لو انا كنت اعطته العربون في الحالة دي بقى اتفقنا اتفاق ملزم وهو خد قصط من الايه من التمن الشيء ولكن في الحالة دي اعمل حاجة راب انا ما بنصحكش انك تاخد هامش الربح ليه لانك انت ما حزتش الشيء عندك وما كنتش تعلم بموضوع البيع دهوت فانت يعني فوض امرك لله سبحانه وتعالى وما تاخدش موضوع الهمش الربح دهوت لان انا يعني لا احبه ولا احله لك لان انت ما حزتش الحاجة وبعد كده بيعتيها وما كنتش عضراء بموضوع البيع زادك الله حرصا واعطعمك الحلال معنا الاستاذة ايه ان شاء الله وعليكم السلامة وعليكم السلامة وعليكم السلامة طبعا سؤال برضو قيم هي بتقول ان زوجها عمل قرض واشترى قطعة ارض زراعية والارض دي فيها بعض الشرار من الفكهة وكده اولا موضوع القرض هل هو حلال لحرام دي مسألة اكبر مني لان يعني مجمع الفقه الاسلامي والازهر الشريف هو صاحب الفتوى في هذه المسألة ولكن انا بقول ايا جماعة ان موضوع القرض ممكن يبقى حلال لشخص وحرام لشخص بمعنى ايه لو انا النهاردة محتاج اشتري حاجة فعلا محتاجها او محتاج اعمل مشروع او عندي مشكلة فعلا ومحدش هيسلفني وكذا ومقدمش اي منفذ او اي حاجة الا ان اخذ من البنك مفاش ادنى مشكلة خالص ليه لاننا النهاردة مضطر الى هذا الامر ولكن انا النهاردة لو مش محتاج الفلوس دي او عايز مثلا اشتري عربيه احسن من عربيتي او عايز مثلا اروح مصيب بفلوس قرض دي او اعمل بها حاجة مش من الاساسيات لا في الحالة دي محرمة فهو ظلم ان شاء الله زورك اخذ القرض عشان اشتري قاعدة ارض ازراعية كون سبب في باب رزق ليكم انا بقولك مفاش ادنى مشكلة ان شاء الله سبحانه وتعالى ظلم انتو ما كانش عندكم اي منفذ الا انكم تعملوا كده باذن الله موضوع الشر اللي فيها واكل ولادك مفاش ادنى مشكلة خالص لان الارض ملككم في هذه الحالة وانتو عليكم نفسددوا القرض واسأل الله لنا ولكم صلاح الحال طيب ان شاء الله احنا بنتكلم عن الضمير المستيقظ والضمير الحي ربنا سبحانه وتعالى قال اي جميلة جدا في سورة الحش نسوا الله فانساهم انفسهم يا جماعة الضمير بيبقى ميت وبيبقى ضمير مريض لما الانسان بينسى ربنا سبحانه وتعالى وخلي بالك ام ربنا ما ينساك الا لما انت تنسى ربك سبحانه وتعالى لان الاية قالت ايه نسوا الله فانسيهم نسوا الله فانساهم انفسهم ربنا بينساش العبد ولا بيشيله من اعتباره الا لما العبد بينسى ربه سبحانه وتعالى ربنا رحم بنا جدا جدا ارحم مما تتخيل ربنا ارحم بنا من امهاتنا ومن ابائنا علشان كده بديك فرصة مرة واثنين وثلاثة علشان ترجع له وعشرة علشان ترجع له ولكن لما يتلاقيك مصمم انك فعلا عايز تيمشي في نفس الطريق اللي انت ماشي فيه ربنا بيسيبك لنفسك ولما يسيبك لنفسك يعني يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى نسيك نسأل الله العفوة والعافية نبي صلى الله عليه وسلم كان دايما وابدا بيدعي ان ربنا يوقز ضميره وكان دايما وابدا بيقول اللهم اني اسألك نفسا مطمئنة اسألك نفسا مطمئنة تؤمن بقضائك وتوقن بلقائك اسألك مراقبتك في السر والعلن ادعي ربنا دايما وابدا بهذا الدعاء اسألك مراقبتك في السر والعلن نقطة بداية ضمير مستيقظ ان شاء الله حقيقة في دي لازم نعرفها هتوقز ضميرك وهتستيقظ ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك الاحوال وافضل شيء توقز بضميرك كسر التلاوة القرآن فانها تعالج الضمائر المريضة نسأل الله لنا ولكم الصلاح والفلاح ونسأل الله ان يوقز ضمائرنا وان يصلح حال امتنا انه ولي ذلك والقادر عليه وانه لقاء اخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة